اشتركوا في القناة القمر الان موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح تظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وخمس دقائق من فجر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما ان القمر موجود اليوم في برج الجوزام معناته من انشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية الاقتران الهيجابي اللي بين الزهر وبين المشتري واللي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم اربعة ثلاثة وعادة عند حدوث هذا الاتصال الايجابي اللي ما بين الزهر وبين المشتري بتتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما انه بسهل اقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرون في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجال الذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تديها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها راح تكون الساعة اربعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة في العصر بيقلق لدينا شعور بالملل هذا الاتصال ومن اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منكون فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين نيبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء ابتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرات اي زاوية بتبدأ من ساعات الظهر وتستمر لمنتصف الليل وما بعد ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا مثل اليوم امس الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وانبيب الشعب الهوائي والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وايضا جهاز اللي هي النظام الحركي والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها ممكن الاعضاء اللي ذكرناها اخذ علاج مراجعة طبيب او عمليات صغرى ولكن مش عمليات كبرى اما باقي اعضاء الجسم فما فيه اي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو يوم الاربعاء واحد ثلاثة بيبدأ خلو المسار الساعة واحدة وسبع دقائق فجرا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره ثمان ايام في تمام ساعة تسعة واربع عشر دقيقة صباحا بصير عمره تسعة ايام نسبة الاضاءة بتصير ستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة الان هي منتحسة بنسبة عشرة في المية ساعة منتصف الليل بتصير سعيدة بنسبة خمسة عشفية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 30% وطيلة النهار على هاي النسبة القمر في الجوزاء حتى يوم 1-3 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% وطيلة النهار على هاي النسبة عطارت في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 60% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم أفضل من يوم أمس واليوم رح تنشطوا بالسفر والاتصالات أهم إشي أنك تفوضوا بجراءة وتحاولوا أنك تدافع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدك تتجنبوا الكلام اللاذع والعصبية ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هيك بدك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالنشاط والدينماكية وممكن تسمع اليوم جوابه بيعجبك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك وما تتهور أثناء قيادتك للسيارة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لأوضاعكم المالية وتخوضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم إشي أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي وحاول أنك تهدأ شوي حتى تتوضح لك كل الأمور لا تبالغ بمصاريفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر اليوم عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إشي أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور أهم إشي برضو أنك تحدد أهدافك وأولوياتك وباستطاعتك استعاد الموقع أو موقعك وإنجاز الكثير اليوم حتى على المستوى العاطفي وبعض الحظوظ بتدعمك وفي كثير من الأشياء اللي ما تحققت يوم أمس اليوم تتحقق معك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم كمان بناء للتعب منكم لغاية بكرة بوصل القمر لعندكم فعشان هيك بيتك اليوم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر في هاي المنزل في بيت المتاعب دائما بيشير للركود وتأخير في سير الأمور فبتك تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولوا أنك تستريحوا بعيد عن الأضواء لا تختلقوا الأعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات وحاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم بتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو بيسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحد الأشخاص لإلكم أهم مش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بمناسبة معينة حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنك تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ أهم شي إنك ما تهدد سمعتك بالمخاطر ممكن تقلق بشكل لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وتعتبر هاي فترة مثمرة ومهمة جداً ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت مستعد لهاي المرحلة وجاهز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو مواضيع لها علاقة بالسفر حاولوا تسهيل أموركم ممكن تهتموا بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية الأجواء جيدة على جميع المستويات برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك وبرضو حاول أنك ما تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أهم شيء أنه ما تجازف بالأمور المالية برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة ابتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال علج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا في اتخاذ القرارات يعني بمعنى آخر بدك تكون هادي على الآخر برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بدكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحاضروا من التراجع الصحي وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وإنجزوا الأعمال الضرورية المهمة بعدين انتقل للعمل الآخر وحاول أنك تكون أكثر تنظيماً وتحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً وبتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك اليوم لقاء طارق مع أحد الإخوة أو مع أحد الأحبة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم وتعتبر هاي فترة ناجحة ومطمئنة جداً برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً اليوم بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول أنك ما تبخل على عائلتك بالعطف والنصاح وهذه فترة مناسبة للارتباط والعلاقات العائلية والاجتماعية والأمور العلاقة بشراء أو بيع أو استرداد عقار وحتى للتصليحات وممكن تشعر ببعض الانزعاج في بعض الأوقات أو قلق حول مسألة عائلية أو حول أحد أشخاص من أفراد العائلة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة